أريجا غالباً الولادة بالفترات الأولى أو سنواتهم الأولى بيتصرفوا بكثير من الغرابة بعض الأطفال طبعاً بيكون عندهم عصبية أكثر من أقرناءهم ولكن الأمر مانه كثير مخيف للأهالي تطمنوها الصفات العصبية والعدوانية وغيرها من الصفات المقلقة أمر كثير طبيعي للأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة ولكن تحول الطفل أو حتى يمكن أي شخص من شخصية عدوانية لشخص غير عدواني أمر بيحتاج لبعض الوقت والصبر ويجب الاهتمام بالسلوك العدواني بالتحديد حتى لا يؤثر بشكل سلبي على تطور عقل أطفالنا ولنحكي أكثر عن الشخصية والسلوك العدواني بسنة اليوم أننا نرحب بالأخصائية النفسية غاليا سعيدي سعد صباحك غاليا أهلا وسهلا فيك كيفك؟ كيف الأخبار؟ الحمد لله تمام حبيبتي سعد صباحك غاليا خلينا نحكي بداية عن الشخصية العدوانية عند الأطفال عند الولاد مثل ما حكينا بالمقدمة بسنواتهم الأولى شو أسبابها وعرفين عنا أكتر تمام عزيستي خلينا نقولي شوي بداية شو هي تأسيس الشخصية وكيف ممكن تتأسس هلا الشخصية رح تكون هي عبارة عن أفكار عن معتقدات عن سلوك عن آراء عن خبرات رح تتم إدامه الطفل بمرحلة معينة رح يجمع كلا ياتون هذول موجودين ويعمل لهم داونلود ويأسس في اسمه شخصية وينتقل وينتلقى فيها على الحياة ويواجه فيها الحياة هلا كيف تتأسس عنا الشخصية العدوانية للطفل فيما بعد تنتقل لشخصيات ممكن تكون غير سوية بالمجتمع ممكن أن ينتقل لشخصيات تكون معادية بالمجتمع الفكرة أنه كيف بيطلع عنده العدوان لما بيحاول أنه هو يثبت موقف أو حاول أنه ياخد شيء أو يحصل على أي شيء فبيعمل آلية أو تكنيك معين مع الأهل فبيحاول يفرض فكرة أو يفرض رأي فبيلاقي أنه يمكن من أول مرة ما ماشي الحال فبضل مصر على عناده أو بيكون في عنده نوع من آلية العدوى والانتقال بشخصية الأم والأب يعني مثلا بينتبه أن الأم لما بتقول أنه أنا بدي هذا الشي فهي مصرّة بس ولكن بطريقة أحيانا تكون معنا كثير لائقة تأخذها بطريقة حدية أو بطريقة الجواب الحد أو بالأفعال الأجبارية فبيأخذها كمان سلوك عنادي هو ونفس الوقت كمان بيتابع بيرجع بيقول أنه أنا هذا السلوك أنا مصرّة على لأنه ما لقى إرضاء الحالة لإرضاء السلوك اللي عم يصير معه بطريقة مردية وسوية لإله هلع فيما بعد ممكن ينتقل إذا طبعا هذا السلوك ما تنمق وتحدد وصار ضمن توجيهات وصار فيه آلية رفض لإله طبعا آلية اللفظة تكون مقنعة بتحول فيه مع بعض للسلوكيات وصير عنا شخصيات غير لائقة اجتماعيا غير مقبولة وسطيا ممكن ننتقل لمرحلة ثانية اللي هي تكون الشخصية المعادرة للمجتمع لكن غالية شو هي أسباب تكوين هذا السلوك إن كان عند أطفالنا أو حتى بس يكبر الشخص آلية أنه كيف أنه ما لا يعرف يطلب الطلب لما بدي يقول أنه أنا بدي هذا الشي لما نجي نحنا بنقوله إنه لا ما في الفكرة إنه نحنا ما عم نعطيش جواب المقنع ليش يعني أنا مثلا بيقول له ماما أنا بدي هذا الغرض بتقول له لا ما في ودائما للأسف بتسكت مو دائما دائما لكل الأم جاهز إنه تبرر لي لما أنا بيقول له لا فأنا بترك عنده فجوة مفتوحة إنه شو السبب لا ما تقولي لا لازم لما أنا أقول لا لأي سبب لحتى ما أشكل عنده آلية العدوان أعطيه سبب مقنع أرجيه شي واقع الفعلا إنه عملنا هيك لهذا السبب عملنا هيك لهذا السبب وما حاول أساسا أعمل إخدامه السلوك يلي ممكن يعتمده بالنسبة لي يعني أنا أقولك يعني أنا أقول لا لكن لما أتصرف مع أشخاص كبار رد عيد نفس الطريقة أو أعمل فأيصير في عنده آلية من الخربطة فآلية الوراثة والعبوة بينهم كتير هتكون كبيرة غالية خلينا نحكي شوي يعني في فرق بين البنت والصبية بشخصية عدوانية كيف بتنمى الشخصية العدوانية عندهم؟ هلأ ما عنه كتير فرق كتير كبير خاصة إذا كانوا بيعون محدد ولكن المجتمع باتجاه أكتر بيقول أنه الصبي بيكون شخصيته عدوانية أكتر من البنت على اعتبار أنه الصبي خلال نقول المجتمع بيعطيه أريحية أكتر يعني مثلا إذا ضرب رفيقه أو كانوا عم يلعبوا بالبيت وعمل آلية ضرب ممكن للأسف نعد المعلومات المغلوطة أنه منبرر له أنه أي الله ما عليه شي ماما أو شي لكن البنت دائما بتلاقي في عندها كلمة اللاقص النبرة المرتفعة لحد اللي طلعت أنه لا ما بيصير أنت تعاملي وهذا الشي غلط أو شي فللأغلب بتلاقي حالة العدوان عند الصبيان أكتر ولكن مع هذا الشي في نسبة عدوان عند البنات يعني نسبة جيدة يعني معنا نقول أنه هيك ولكن ما أنا مبررة أو ظاهرة كتير للمجتمع إذا نحكي عن كيفية يمكن معالجة العدوان ومعالجة السلوك ونمو السلوك صحيح من أطفالنا ولحتى يكبروا كيف بتم هذا الموضوع وشو الواجب على الأهل اتباعه؟ تمام أهم الشي أن يكون في عندنا خطوات واضحة كتير بالتعامل معهم يعني أنا متل ما اتفضلت قلت لك لما قلت لك أنا بدي يقول له لا أو أنا في هذا التصرف أنا وعملت هالفكرة دائما نكون في عندي المبرر دائما نكون في عندي الجواب المقنع دائما لما أنا بدي أتخذ أي سلوك مع الطفل كون جدية كون فعلا الإنسانة يعني ماسكة الموقف تماما وعلى أصوله يعني تجي مثلا لأم تعمل تصرف بيطلب الطفل إنه ماما أنا بدي هذا الشي بتقول له لا عطفة الأمومة مثلا بعد ساعتين ثلاثة أو بعد يومين ثلاثة فبتغير المبدأ كلاياته بتحن شوي فبتغير في هالحالة أنا بحب بعطيه آلية العناد بعطيه آلية إنه أنا بصير عنده آلية فيه دراية فيه سكاء بالموضوع تمام وبيعرف إنه إذا عناد إنه أنا هذا الشي رح أخذه لأنه هو بيكون جرب السلوك أول مرة مع الأم ومع الأب فبيعرف إنه هو فعلا درس فعلا نفسياته ودرس إنه عندهم حالة معينة وبعدين رح يستسلموا فبيعطوني إياها أهم شيء إنه أنا لما أقول لا فعلا ضل عمقول لا وضل مصر على رأيه كتير وأعطي فعلا إنه مبرر وما خلي الجواب مفتوح لا لأنه كذا وكذا بصير عمليات الإقناع يمكن غالي؟ تمام هي بصير عنده آلية إقناع بصير في عنده فعلا إنه ماما عطتني جواب أول باطن عم بصير لما بيورجع بيطلب الموقف مرة تعانية بيتذكر الأسباب إعطتها وممكن يرجع طبعا هو أكيد رح يطلب الموقف بس لحيطلبه بشوي خفية بحيطلب بشوي لهجة حتختلاف رح تكون ردة تفعله شوي بأقل من الردة الأولى غاليا خلينا نحكي شوي يعني كنا عم نقول بالمقدمة إنه ما بتخوف ممكن العدوانية بالسنين الأولى للأطفال وكلنا منشوف إنه الولاد بحبوا يكتشفوا بيحبوا يخربوا في إلوه أنواع الأدوان الشخصية العدوانية التخريب لفظي وجسدي خلينا نحكي شوي عن الأنواع وهل بتلاقي إنه ممكن الواحد مثلا بعمر السنتين يبلش بقى يستوعب إنه لا لأنه لما يكون مسلا بالسنة ونص عم يكتشف ما فينا كتليلون كمان للإمهات اللي عم يحضرونا أنه سيطرة عليه بشكل العدوانية وهل تمام هلا عزيزتي بالسنتين أكيد هو ما بيعرف لا لا ولا بيعرف بس ما هي قراءة وجوه يعني كيف يعني إذا أنا بالسنتين ما فيني إلوه بس هو بيعرف إذا أنت كنت زعلانة منه ولا مبسوطة سعيدة ولا فرحانة هذا الشي بيعرف هلا أنا لما بدي جرب إنه أدخل عليه نظام جديد أو حامل أعمله داونلود لأي سلوك بديبلش معه بعد ثلاث سنوات بآلية العقاب بتتكون مناسبة للسنوات مثلا إذا عامل عقاب فنفرض عمره أربع سنين وممكن يتعاقب لفترة أربع دقايق يعني مو أكتر ولا أقل هلا حنجي للسلوك العدواني الثاني مثل ما تفضلت كل الأطفال في عندهم آلية الاكتشاف بس للأسف تلقب عليها شوي عدوانية لأنه ما بيعرف يكتشف بطريقة منمقة لما بيصير في عندنا عدوانية بتبين بمراحل أكبر يعني بشعر أن الطفل اللي موجود عندي في عنده آلية الأزاوة لكن بشكل كتير كبير يعني مضر لنفسه وللمجتمع يعني مثلا على الأقل نعرف كلها أن الأطفال بتحب التقارب مع الحيوانات الأذيفة أو الشيء ممكن تشعر عنده أنه ما فيه آلية عطف أبدا ممكن تلاقي فيه أزا كتير جسدي للحيوانات بشكل كتير كبير فيه أزا جدا فعلي فيه عنف كتير شديد فيه تكسير بشكل كتير كبير فيه تكسير للأشياء فيه أزا لفظي فيه أزا جسدي فيه ضرب بشكل كتير كبير ولمّا بتسأليه أنه شو السبب أو شي فما بيعطيه سبب مبرر أنا مالا ليش هيك ضربنا هيك فلان مالا هيك عم تعمل مع القطالي هيك فما عنده مبرر أبدا حتى آلية التعاطف مع الآخرين بتكون عنده تقريبا سيئة أو مانا متواجدة أو مانا نازلة على أرض الواقع أبدا بهذا الحال أنا بقولك أنه إحنا بلش عم يبهد لنا حتى يكون فيه عنه شخصيات سيئة معادية للمجتمع هنا يمكن الأهل لازم عن جد ينتبهوا لتصرفات ولادهم وخاصة يمكن الأطفال الذين دلعين شوي زيادة الأهل ما بيعودوا بيركزوا بهالنقاط وهي ممكن أنه تسبب سلوك عدواني لأطفالهم فيه إشياء معينة غير ممكن أنه التعامل مع الحيوانات الأليفة ممكن وقت تشوف الطفل وقت تشوف الأم طفلة بين مجموعة من الولاد شو السلوك يمكن اللي بيظهر عليه بدل أنه عنده سلوك عدواني تمام ما عنده ضمير لا مستطر ولا غائم بكل بساطة قليقة الضمير هي موجودة بالكتالوج الأساسي طبعا تتنمق وتزيد مع الخبرات والتدريب ولكن للأسف أحيانا في عنده حدق أي ما بتكون عنده الأنانية جدا مبالغ فيها إذا ضرب طفل ما في عنده آلية التعاطف ما بيعتذر دائما بيحاول أنه يخلص أغراضهم طبعا بآلية زيادة كل الأطفال عنده نياها بحالة طبيعية ولكن هو بتكون زايدة عنده بدرب بشكل كتير كبير بشكل كتير بمؤذي بستعمل ألفاظ كتير نابية وكتير جارحة أنانية جدا بتكون عالية العنف كتير بيكون شديد لفظي وجسدي بأي حالة من الحالات ما عنده حالة من أنه إذا قلت له ماما ليه هيك عملت ما عنده ما عنده مشكلة ما بيتأسر ما عنده أبدا تبرير لهيك عملت مو حرام أو شيء ما بيعتذر ما عنده آلية الاعتذار أبدا وداعما بتلاقي متل ما سبق أو حكينا مرة بيكون في عنده آلية تنمر كتير كميرة فيحاول يفرض على الآخرين أنه أنا البطل أنا الموجود وما بيتأسر أبدا بالمشاعر الإنسانية حتى بيقول لك بالعامي أنه ما في حدا أبدا يعني يعني النفس اللوامي عنده لو كان بعمرة صغيرة هي منتهية ما أنا موجودة أساسا فهي هون إشارات كتير قوية لازم أن تنتبه لأنه ما فيه تعاطف هون لازم تم تدخل أخصائية نفسية وأخصائي نفسية؟ طبعا حتى بالعكس بالمراحل الأولى بيكون جدا مهم لأنه حتى هالآليات نحن لازم أنه نحاول نهزب له إياها كيف ننشأ عنده تعاطف كي يكون في عنده حب الآخرين المفاعلة مع الآخرين المبادلة بالودل حتى ما ينشأ فيما بعد طفل فعلا المتنمر ويصير الموضوع خارج عن الحالة ونقدر حتى فيما بعد بينطعق اللي تتنمر بصير شخصيات ممكن إجرامية معادلة للمجتمع بشكل كتير كبير وهي اللي بتلاقيها بتنزل بتصير عنده آلية القتل وآلية بالدم البارد والنفس العدن اللوامي اللي ما يعنيه ما أنا موجودة أساساً بتصير غالية دائماً الحل هو المدرسة أو الحضانة دائماً الأهل مثلاً ما بيحكي الولاد إيلا على الحضانة مثلاً عدواني يلا حطوا بالحضانة أنه ينسجم مع الولاد فحكي لنا عن دور المدرسة أيضاً بتهذيب الشخصية العدوانية للطفل هلأ دور المدرسة كتير كبير وهذا شيء كتير مهم ما فينا ننكره أبداً لكن الفكرة أنه أنا لما بدي أبعد طفل من عالمي الخاص اللي هو المجتمع الأسري الصغير للمجتمع الأكبر اللي هو المدرسة أساساً لازم أن يكون في عندي أساسيات زارعة يعني الداونلود من عندي يعني ما أعتمد بس على التنزيل اللي هنن بنزلوا له المعلومات فيه لأنه يمكن أحياناً ممكن يقتبس من الأشخاص الآخرين ممكن يقتبس من الشخصية المعلمة ممكن يقتبس كتير شغلات ما تناسبني أنا أحياناً حسب نظامي بالبيت حتى أبعته فعلاً على البيت وأخلص من هاي العدوانية عالية التشارك مع الأطفال حاول دائماً وارجي أنه في متعة كتير لما بتكون في مشاركة مع الأطفال في متعة كتير بالتعاطب دائماً أعمل السلوك اللي مباشر بالبيت يعني لما بكون عندي كمان طفل عم يلعب بالبيت كتير ممتع أنه هو عم يلعب أمره أحطه كله شوي اسمع حديثه مع ألعابه لأنه هو فعلاً بيكس كتير من شخصيته على هاي الألعاب حتى لو كان صغير لما بدي أعمله شي غير مباشر أنه فيني أنا والأب أعمل كتير آلية زكية أنه أنا أبعت للأب السلوك اللي أنا بيهمني طبعاً هو يعطيني السلوك المناسب وسقي تماماً أن الطفل لو ما انتبهه لكن هو قاعد وعم يشوف وعم يتابع فبيصير بيعمل فيما بعد نفس السلوك طبعاً هذا التعليم الغير مباشر بيكون تكون آلية بين الأم والأب أي معلومة بقدر وصل إليها عن طريق تفاعلي أنا والأب أو أنا وحده مؤثر عليه من العائلة بعد شوي بلاقي هذا السلوك صار عنده داونلود وعم يعمله بطريقة كتير طبيعية حالاً بعد الطفل ما يكون عدواني يمكن ويتعالج هالأمر بشكل كتير دقيق ويخلص من المرحلة العدوانية كيف بتم مكافأته للطفل؟ يعني على عادة المكافأة آلية كتير رائعة كتير جداً رائعة مثل ما أنا بحاقب الطفل بالنظرة السيئة طبع أنه هلأ في قتلة ولا هلأ أنت محروم ولا هلأ بيجي البابا رح نعمل إخناقة أو شيء في آلية السوابية اللي هي بتكون بإيماءات الجسد ما بتتخيل الطفل قدي بيكون سعيد ومسرور فيها يعني لما بنكون قاعدين بمجتمع وبيعمل حركة أنت أساساً مسرورة فيها بتبعتيله نظرة الإمتنان نظرة الشكر حركات جسدك اللي إنه شكراً ماما هاي بتعمله حالة من الروعة كتير فضيعة حتى بصير بيتعمد إنه يكرر السلوك مرة تانية كلمان يتلقى منك هاي النظرة أو الإيه أو الكلمات التشريعية أو الحركات إنه هدول ممكن نعمله الستيكرز ونعمله السمايلات ونعمله القصص هي رائعة بالنسبة له ومحفز كتير كبير لحتى يرجع يعيد هذا الشي ويجمع أكتر وينال الرضا إنه هو دائماً حتى بيعبر لك لما بيعمل تصره بيجل عندك بيلك ماما أنا بحبك فهو بينطر دائماً كلمته أنا كمان هاي بالنسبة له تشريع كتير رائع فدائماً لازم ما نقطعون أبداً عن الكلمات التشريعية طيب خلينا نحكي غاليا كمان يمكن فيه زاهرة كتير زاهرة بالمجتمع هلا وخاصة مع الأمهات أو الجداد أنه مثلاً أولادهم كتير بيشوفوا مواقع تواصل اجتماعي بسنة صغيرة بيشوفوا أفلام الكرتون اللي فيها شوي يتعنف هل هذا أيضاً بيأثر شو بتنصحياً لأنه بصير الموضوع خارج عن السيطرة يعني سمعت أكتر من حدا أنه خلص ما عد فيه إنه ما بده موبايل أو ما بده تيفي فشو بتنصحياً للأمهات حتى كمان ما يتأثر بشكل عدواني بهي المواد تمام شكراً حبيبتي على السؤال لأنه للأسف حتى نتخلص أحياناً بعد من ضجاج الأطفال اللي موجودين أو من الإزعاج اللي عم يعملنوا بحالة إنه أحياناً إن كان ما عم يقدروا يطلعوا الطاقة اللي موجودة عندهم إنه عبارة عن طاقة عم تتحرك فهن لازم يزلوا على أرض الواقع ويلعبوا بشكل كتير كبير ويطلعوا لأي الأهلية اللي موجودة عندهم للأسف تلاقي معظم الأمهات بتعطيه متل ما عالتي بتفتح له التلفزيون بتفتح له التليفون إنه عود تفرج وما من طابع نحنا شو بيعمل؟ عنده قناعة إنه الشي اللي عم يعمله هو الشي صح ومتل ما قلتلك لاحظ إنه بيرجع بيكرره إما مع ألعابه أو مع أخواته بالبين أو بيتبع معك نفس الكلمات ونفس الآليات يعني بدي أعمل هيك ليش ما ما عملت هيك لأنه أنا شفت هيك عمل بدون ما حتى يلاقي مبرر الفكرة إنه أنا لما بدي خليه يحضر أي شيء كتير حلو إنه أنا أعطيه وقت محدد جداً ما خليه يفتح ساعات كتير كبير لأنه أنا بهالحالي عم روح أروع لحظات عمرو إنه هي يكون فيه تواصل معي أنا أنا كأم موجودة لإله عم روح متعة إنه لما يأخذ المعلومة مني أو يستمتع مني البريق العيون اللي بيطلع معه لما أنا بيعطيه معلومة جديدة إنه وبيطلع هيك بزهول إنه ماما أنت كيف بتعرفي فهو أنا عم روح هاي اللحظات كتير رائعة إنه لما بيخليه تواصل عن طريق التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى مع هالشي أنا ما فيني أمنعه أكيد لأنه هذا حقه بيعطيه لحظات أو بيعطيه دقائق محددة وكتير حلو إنه بعد ما يخلص أو قبل ما يبلش أقول له ماما أنت بس تحضر هلا أنا رح أسألك شو حضرت فهو بيحضر بيتمعون أو أنا رح أسألك شو رح يصير حيحضر بيتمعون رح يحفظ كل كلمة رح يحفظ الأحداث هصير في عنده تركيز وكل شوي أنا أعمل عليه نظرا أنه أنا شوف شو آلية اللي أحضرها بعد ما يحضر كتير حلو إنه أتناقش أنا ويا ماما شو شفت شو حضرت حكي له شو قعلوا لك شو عملوا شو سعوا بدي أقول لك ماما هاي الشخصية ضربت هاي الشخصية طب ليه ضربتو شو عمل فهو بيصير بيعطيه مبررات يا أنا بأكد له هذا السلوك قل له هذا الشيء صحيح أو بنفي له فهون بلعب أنا كتير دور أني أنا بصير يا بصبت يا بنفي كماما غالية إذا من نحكي شوي عن الشخصية العدائية بشكل عام وشخصية عدوانية يمكن أوقات كتير بيزدف الواحد من خلال عمله أو خلال مجتمعه ومحيطه تصادف أشخاص عدائيين هون كيف بيتم التعامل معه؟ هذول الأشخاص العدائيين كتير رعبين أول شي بفوت فينا بآلية التنمر بكتون دائما بيكونوا فاعتين بآلية التنمر هلأ في حال تجاوزوا التنمر وصاروا أشخاص غير مضبوطين جرجوا أذكر بالتنمر غالية هلأ عن التنمر التنمر هو الآلية الإزاء اللفظي والجسدي والنفسي اللي بيجريه أي شخص على شخص آخر بدون ما يكونوا راعي ماهية الأشخاص الآخرين بس مجرد الإزاء ومجرد الإزعاج النفسي والهز النفسي اللي بيعملوا بالآخر هلأ لم يصل شخص معادي للمجتمع قطع هاي المرحلة صار فعلا مؤزي حتى مؤزي جسديا يعني مؤزي بآلية أنه حدا ما عنده ضمير أبداً حدا عنده انعدام بالسلوك الأخلاقي حدا عنده انعدام بأي شي منافق يعني مساير للمجتمع آلية الضرب عنده مباحة آلية حتى القتل عنده مباحة بيتصرف بدم بارد بيتصرف بلا أخلاقية ما عنده أي مشكلة بأي سلوك أبداً حتى بيصل بعدين لمراحل أنه ما في عنده تقنيب أبداً له يعني انعدام تام بالأخلاق هذا الشخص المعادي للمجتمع للأسف ما بتلاقيه كتير ديناميكي ومتفاعل معي كل حال دائماً بتلاقيه متسكع دائماً إنسان عاطل عن العمل دائماً إنسان هدفه الأساسي هو الأزا وإشباع النرجسية الفضيعة اللي بتكون موجودة عنده بكل دم بارد لكن المعادي الأكثر وتشويه السمع للآخرين وتشويه السمع للآخرين وأهم شيء إنه لما بتناقشي بيقلك عادي ما في عنده أبداً أي آلية إنه ليهك عملت عادي ما عنده مشكلة ليهك ساول عادي دائماً بيلاقي مبررات فما عنده أبداً إنسانية بهذا الموضوع غاليا يعني الله يبعدون عنا للعدوان الدين يعني نحنا بدنا جيلة محبة يعيش على المحبة والسلام لبناء سوريا المستقبل إن شاء الله شكراً لك للمعلومات اللي أعطيتين إياها شكراً لإلك حبيبتي شكراً لإلكون الساعة صباحكم شكراً لإلك غاليا سعيد شكراً